بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ ان شاء الله نكمل المحاضرات بتاعتنا لحد ما نشوفكم ان شاء الله وربنا يوفق الجميع وندعو لكم جميعا بالصحة والسعادة يا رب ان شاء الله فنكمل بقى احنا كنا بدأنا في بيط المحاسبة اللي هي بتفسر عن حقوق الملكية فعلا بدأنا باول نظرية عندنا ويقولنا ان لابد ان يكون هناك فيه تفصيل علمي لتفسير اساس المحاسبة في الوحدات الاقتصادية وتحديد حقوق الملكية بها وتا يستلزم عرض النظريات المحاسبة المختلفة عشان للوقوف على اكثر ملآمة لطبيعة تلك الوحدات ومن هذه النظرية احنا لدينا حوالي ست نظريات عندنا نظرية الملكية وعندنا نظرية الشخصية المستقلة وعندنا نظرية المستثمر او سعاد بنسميها نظرية الحقوق المتبقية وفيه نظرية الشخصية الاجتماعية فيه عندنا نظرية القائد واخيرا نظرية الاموال المخصصة وهي زي ما قلنا قبل كده ان لما نجينا نتكلم على التعائم الرئيسي لكل نظرية في وضع تفسير علمي ومفهوم محدد لكل من الأصول والخصوم والإرادات والمصروفات وعرض نتيجة النشاط وكذلك المركز المالي وده بينطبق على كل واحد بدون الآخر وزي ما قلنا في المحاضرة ان احنا عشان نتكلم على اي نظرية من دول بنتكلم على ثلاث حاجات بنتكلم على ايه هو اساس النظرية بنتكلم على عناصر النظرية اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي اللي هي الأصول والخصوم والإرادات والمصروفات ونتيجة النشاط والمركز المالي وبنتكلم على ايه هو مظاهر تطبيق النظرية في الواقع العملي وقلنا بدأنا باول حاجة نظرية الملكية وقلنا ان نظرية الملكية بتقوم على اساس اندماج شخصية صاحب او اصحاب الوحدة الاقتصادية في الوحدة الاقتصادية نفسها وبالتالي يمثل صاحب الوحدة الاقتصادية اللي هو في المنشأة الفردية او اصحاب الوحدة الاقتصادية في حالة شركات الاشخاص هو محور الارتكاز تبقى لنظرية الملكية وبالتالي نقدر نفسر عناصر تلك النظرية كما قاله الأصول هي عبارة عن حقوق صاحب أو أصحاب الملكية في الوحدة الاقتصادية يعني مملوكا صاحبها وأن الخصوم هي عبارة عن اتزامات على صاحب أو أصحاب الملكية اللي هم أصحاب الوحدة الاقتصادية وبالتالي بقى الإرادات والمصرفات هي عبارة عن إيه هي تتمثل في نتيجة القرارات التي تتغذيها صاحب أو أصحاب الملكية ومن ثم فلها تأثير مباشر على الملكية يعني على حقوق الملكية بالوحدة الاقتصادية فالإرادات ما هي إلا زيادة في الملكية والمصرفات تعتبر نقص لها وفي معظم الأحيان قد لا تحتفظ الوحدة المحاسبية قلنا بحسابات مستقلة الأردات والمصرفات وبتقتصر على حسابات الميزانية فقط وده وفقا لطريقة القيد المفرد اللي كنت أشارنا عليها في المحاضرة والنازلية دي كانت هي التعريبة متوجدة دلوقتي وكانت موجودة قبل الثورة الصناعية اللي احنا قلنا عليه وبالتالي عشان تبقى معادلة المركز المالي هو التركيز هنا على بيان حقوق صاحب أو صحاب الملكية اللي هو عبارة عن الفرق ما بين مالي صاحب أو صحاب الملكية من حقوق وما عليه أو عليه من التزامات فيبقى إذا التركيزنا كلنا على حساب حقوق الملكية وده بيتم بالفرق ما بين الأصول اللي هي الحقوق وقص الخصوم اللي هي الالتزامات في الطريقة دي بقى يبقى احنا نقدر نحدد نتيجة النشاط ازاي بقى فبقولي بقى يتم توصل الى نتيجة النشاط تبقى نظرية الملكية عن طريق ان احنا نعمليه هنقاري الحقوق صاحب اصحاب الملكية اول الفترة باخرها مع الاخذ في الاعتبار اية مسحوبات او اثثمارات اضافية من و الى حقوق الملكية اول مدة وبالتالي تبقى المعادلة بتاعتنا هتقولي بقى حقوق الملكية اخر المدة هت ناقص حقوق الملكية أول مدة بعد ما نعدلها بأن نضيفها لها الاستثمارات الإضافية ونطرح منها المسحوبات اللي تمت خلال الفترة ما فيش طريقة تانية غير كده وكلها بتقتصر على حسابات الميزانية زي ما أنتم شايفين وبالتالي بتنطبيق نظرية ترميكية على المشروعات والمنشآت الفردية والشركات الأشخاص ولكن من مظاهر تطبيقها عندنا في النظرية في التطبيقات المحاسبية نحن بنتبع طريقة ترميكية في إثبات الاستثمارات طويلة الأجل بغرض السيطرة على الشركة أو الشركات التابعة وهي كمان بنتبع نظرية الشركة القبضة في إعداد القوام البنية المجمعة من وجهة نظر الشركة القبضة كما أيضا لما نقشناها برضو في المحاضرة لما بنحسب القيمة الدفترية للسهم اللي احنا قلنا عليها ليه عبارة عن مجموعة حقوق المساهمين على عدد الأسهم العادية المصدرة فده يعتبر برططبيق لهذه النظرية وكذلك لما نحسب العهد على السهم اللي هو ربح السهم اللي هو عبارة عن صاف الربح مقسومة على متوسطة عدد الأسهم العادية المصدرة خلال الفترة فده برضو بيدينا تطبيق لنظرية الملكية لما حصلت بقى الثورة الصناعية وحصل بقى إحلال لألات محال العمال بدأ العلماء القانوني دورونا على اللي هي بنسمية الشخصية الاعتبارية للوحد الاقتصادي فمن هنا بقى ظهرت نظرية الشخصية المستقلة اللي هي بتقوم على أساس انفصال الذمة المالية للوحدة الاقتصادية عن الذمة المالية لأصحابها ويصبح للوحدة الاقتصادية ذمة مالية مستقلة وتتتمتع بكافة الحقوق للأشخاص الطبيلين فيما عدا حق الزواج والانتخاب ده الأساس بتاعها وبالتالي بقى نقدر نفسر العناصر الرئيسية اللي احنا قلنا عليها في طهز النظرية كما لي بقى الوصول عبارة عن إيه الوصول تمثل مجموعة المنافع أو الخاتمات الاقتصادية المحتمل اللي حصول عليها مستقبلا ومملكة للوحدة الاقتصادية وتحت سيطرتها وهي نتيجة لعمليات أو أحداث مضط ويبقى هي مملكة للوحدة بيشلص حوها كما في نظرية الملكية الخصوم عبارة عن إيبقى هي عبارة عن تمثل الإلكزامات على الوحدة الاقتصادية نفسها والتي تتطلب منها التنازل عن بعض وصولها أو تقديم خدمات لغيرها مستقبلا لسدادها وهي نتيجة لعمليات أو أحداث مضط وهي في الواقع عبارة عن مصادر التمويل الوحدة الاقتصادية ولذلك تعد بمثابة حقوق للغير سواء كان الغير من خارج الوحدة الاقتصادية يخصوم أو من داخلها أي أصحابها بالنسبة بقى للإرادات زي يمكن ما كنا عرفنا إحنا الإرادات قبل كده أو اللي هي عبارة عن ثلاث حاجات لو تفتكروا هي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في أصول الوحدة الاقتصادية أو النقص في خصومها اللي هي مثل الإرادات المحقاقة من الإرادات المقدمة قبل كده فالإرادات المقدمة أصلا بتعامل معاملة الخصوم لما بتتحقق بتتحول إلي إرادات وبالتالي حيحصل إلي الخصوم حد إلي خلال فترة معين وذلك عند تسليم أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو أي أنشطة أخرى متعلقة بنشاط الوحدة الاقتصادية التي إنشأت إيه من أجله تضمنا للمصرفات المصرفات زي ما قلنا برده قبل كده هي العكس على طول وهي عبارة عن التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في أصول الوحدة الاقتصادية أو الزيادة في خصومها التي تمثل تكلفة السلع والخدمات المستخدمة واللازمة للحصول على إرادات الوحدة الاقتصادية خلال إلي الفترة يبقى بالتالي نقدر نحجد نتيجة النشاط بسهولة بأن نحن يتم التواصل نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية عن طريق مقابلة الإرادات بالمصرفات اللي هي عبارة عن حسابات إسمية أو وهمية أو مؤقتة للمصرفات والإرادات كما يلي يبقى عبارة عن صف نتيجة النشاط حتى تسوي الإرادات بالمصرفات ومن هنا بدأ الاهتمام بقايمة الداخل يعني في الفترة اللي قبل كده كان الاهتمام على قايمة المركز المالي اللي هي في نظرية الملكية دلوقتي بقى الاهتمام بقايمة الداخل عشان نعرف في ايه أسباب تحقيق لإرادة الأرباح أو الخسائر والربح طبعا هو النتيجة المجابة للمقابلة السابقة أما الخسارة فهي النتيجة السالبة المعادلة المركز المالي دلوقتي بقت عبارة عن يمكن التعبير على المركز المال الوحدة الاقتصادية في ضوء نظلات الشخصية المستقبلة بالمعادلة الاتجلي الأصول تسوي على حقوق هذه الحقوقات تكون حقوق للغير اللي احنا بنسميها الخصوم وقد تكون حقوق للملاك اللي هي عبارة عن حقوق الملكية بس هي بتيجي طبعا الملكية بعد اللي هي بعد الخصوم وبتمثل طبعا شركات الأموال بأنواحها بقى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة التطبيق الشائع لنظرية الشخصية المستقلة أو الاعتبارية وإن كان طبعا من الممكن استخدامها على أي وحدة اقتصادية تحقق فيها باستمرار انفصال الذمة المالية لها عن الذمة المالية لأصحابها ما من الملاحظ أنه وفق النظرية الملكية زي ما قلنا يتم التركيز على تحديد صاف حقوق الملكية ومن ثم تعتبر الميزانية اللي هي قائمة المركز المالي أكثر القوائم أهمية هي محور الارتكاس بينما تركز نظرية الشخصية المستقلة على قياس صاف نتيجة النشاط الوحدة الاقتصادية ومن ثم تعتبر قائمة الدخل هي الأكثر هي أهمية ومن هنا بدأت كل المواد تعريبا اللي احنا بندرسها ببنيها على أساسها زي النظرية من بيرجعت معكيس طبعا على قياس صاف نتيجة النشاط لسعبين الأول أن اهتمام أصحاب الملكية اللي هم المساهمين بينصب أساسا على هذا الصافي لأنه يمثل نتيجة استثماراتهم خلال الفترة والثاني أن الوحدة الاقتصادية وجدت لتحقيق أرباح وبدونها لا يمكن أن تستمر عشان كده هو الهدف اللي احنا جاء من مظاهر تطبيق بقى نظرية الشخصية المستقلة في التطبيقات المعاسبية نحن بنستخدم نظرية الوحدة الاقتصادية المجمعة في إعداد القوام البنية المجمعة كما لو كانت وحدة اقتصادية واحدة كمان نحن بنستخدم الرقم القياس العام لقياس أرباح أو خسائر التقلبات في القوة الشرائية كمان نحن بنركز على المحافظة على الأصول المادية للوحدة الاقتصادية وليست المالية ومن المظاهر الأساسية اللي فعلا بتطبق عندنا اللي هو في محاسبة المسؤولية في المحاسبة الإدارية لما بنعمل نقسم الشركة عندنا إلى مراكز تكلفة بيبقى التركيز على المصرفات فقط ومراكز الربحية اللي بيبقى فيها إرادات ومصرفات ومراكز الاستثمار اللي بيبقى فيها الإرادات والمصرفات وكذلك رأس المال مستثمر وزي ما ذكرنا زي مثلا مدير رين الفروع مثلا زي مدير فارح البنك وزيلك لأغراض تقييم الأداء اللي هي الداخلي في الوحدة الاقتصادية بعد كده بقى قتلنا نظرية المستثمر اللي هي بتركز على الحقوق المتبقية وتعتبر نظرية المستثمر هي الأساس أو اللي هي بتعتمد على هدف المحاسبة الرئيسي المتمثل فيه توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين زي ما كنا عرفنا المحاسبة في بداية الفاصل بتاعنا ده بأن من ضمنها كهدف أنها بتسحى على توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات اللي هي تهم المستثمرين ومن ثم فلابد أن تأخذ وزاقف المحاسبة والقوائم المالية وجهة نظر المستثمرين وبتمثل حولها المستثمرين في مين؟ في المساهمين والدائنين اللي هي عبارة عن مصادر التمويل الوحدة الاقتصادية وبيحتاج المستثمرين عادة المعلومات المحاسبية لأشان يعملوا تنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة للوحدة الاقتصادية وده بيتوقف على ثلاث عوامل أول عامل على مقدرة الوحدة الاقتصادية في توفير النقدية اللازمة لمقابلة مدفوعاتها النقدية مستقبلا ثاني حاجة على رغبة الوحدة الاقتصادية في رد أموال المستثمرين بها ثالث حاجة عندنا اللي هي الأولوية القانونية عند رد ديون المستثمرين وزي ما احنا عارفين هما اللي هما إذا كانوا في شكل ديون أو خصوم هما بيأخذوا أولا طبعا هنا المراحل أن نظريت المستثمر في الواقع بتجمع بين كلام النظريتين الملكية والشخصية المستقلة وحدة الاقتصادية ولا تختلف عن نظرها عن عناصر نظريت الشخصية المستقلة إلا عند بيان كل من نتيجة استثمارات المساهمين من أصحاب الأسهم العادية باعتبارهم المستثمر الرئيسي وكذلك عند بيان معادلة المركز المالي وذلك كما يلي لما بليج بقى نتيجة النشاط بتاعة الوحدة الاقتصادية فهذه النظرية بتوضح نتيجة النشاط لمختلف المستثمرين على النحو التالي أول حاجة نأخذ الإرادات نقص المصرفات حيطلقنا صف نتيجة النشاط مين بقى اللي بيساهم في النتيجة دي؟ أول حاجة الدولة بتاخد الضرابة الداخلية اللي عليه حيتيدينا صافي أرباح المستثمرين هنطرح منها الفوائد المدينة للمقردين ده أول ناس مصدر بيهم ويعرف حيدينا أرباح المساهمين اللي هم من نوعين الأسهم المعروفين نطرح الأول حساس أرباح الأسهم المتازة يبقى البقى ده صافي أرباح الأسهم العادية يبقى المستثمرين في الشركة دولة اللي هم عبارة عن المقردين بياخدوا الفوائد المدينة الأسهم متازة بتاخد أرباح قبل الأسهم العادية وأخيرا الأسهم اللي هي العادية معادلة المركز المالي يبقى أنا كذا بتركز عليه يعني الحقوق المتبقية للمساهمين من أصحاب الأسهم العادية كما يلي يبقى أنا عشان أطلع أصحاب حقوق أصحاب الأسهم العادية اللي احنا عارفين أن الأصول حتسوي الحقوق الممتازة زائد الحقوق المتبقية للأسهم العادية يبقى إذن الحقوق المتبقية للأسهم العادية حتسوي إيه؟ حتسوي أصول الوحدة الاقتصادية ناقص الحقوق الممتازة طب الحقوق الممتازة دي المين تشمل بأكل من حقوق الدائية النوم بأنواحهم وحقوق المساهمين من أصحاب الأسهم الممتازة ومن مظاهر بقى نظرية المستثمر في التطبيقات المحاسبية اللي احنا بنعملها تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المتوقعة مستقبلا وتكوين احتياطي سداد السلدات وكمان حساب معدل عادة الاستثمار اللي كنت قلتلكه عليه قبل كده ان احنا بنقسم صاف الربح بنضيف عليه الفوائد على رأس المال المستثمر اللي هو عبارة عن حقوق الملكية زائد الخصوم متواجئة بس طبعا زي ما قلنا بناخد متوسطة طبعا وعشان احنا بقى نتمرن على النظرية دي زي ما شفنا في التبويب اللي فات ده عايز منكم تحلوا التمرين رقم اللي هو 3-1 صفحة 79 وده يديكم فكرة ولو فيه اي اسئلة معاكم الايميل ممكن تبعها دوليا دي بعد كده لنظرية الشخصية الاجتماعية للواحدة الاقتصادية النظرية دي بقى تعرف ايضا بنظرية المنشأة وتقوم هذه النظرية على اساسه ان الواحدة الاقتصادية منشأة اجتماعية بتعمل من اجل تحقيق اهداف اصحاب المصالح من وراء انشأة تلك المنشأة منهما بقى اصحاب المصالح اللي في الواحدة الاقتصادية المولاك طبعا والدائنين والعاملين والمستهلكين والوحدات الادارية الحكومية والجمهور والمجتمع بصفة عامة ولذلك تتمشى هذه النظرية مع النظرية الاجتماعية للمحاسبة التي تقومها على اساس انسهار شخصية الواحدة الاقتصادية وانتماجها مع المتعاملين معها بما فيهم المجتمع نفسه طيب ازاي احنا بقى همطلح حقوق الناس دي كلها فبيقولي بحيث ان الوحدة الاقتصادية تعتبر بمثابة منشأة اجتماعية فلابد من تقييم اداؤها على اساس مخرجاتها التي تمثل مساهمتها في المجتمع وفي هذه الحالة بقى يعد مفهوم القيمة المضافة اكثر تعبيرا عن مساهمة الوحدة الاقتصادية في المجتمع ولذلك تعتمد هذه النظرية على تحديد القيمة المضافة الوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة على اعتبار انها تقيس اداء كل المشاركين في الوحدة الاقتصادية من عاملين وممولين سواء كانوا مساهمين او دائنين ووحدات ادارية حكومية الذين يتعاونون للزيادة تلك القيمة المضافة وبالتالي زيادة انصبتهم من الوحدة الاقتصادية وزي ما احنا عارفين لو اي مستثمر بيعمل درسة جدوى وعشان يقدر يقنع الجهات الحكومية لقبول المشروع بتاعه بيش بيقول ان انا هحقق ربح اديه لا بيقول ان انا هعمل قيمة مضافة اديه هيدفع طبعا اجور اديه هيدفع ايجارات اديه هيدفع فوائد اديه هيدفع ضرايب اديه بالتالي يبقى هيوزع ارباح اديه طبعا للمساهمين يبقى بالتالي هو بيتكلم في الواقع على عناصر القيمة المضافة بيش بس بركز على صف الربح ولذلك تمثل قيمة المضافة الواحدة الاقتصادية ازاي نقصها بقى اللي ممكن تاخد اجمال السلع والخدمات المقدمة منها بسعر السوق اللي هي عبارة عن مسلا ارادة المباعات مخصوما منها ما يعرف بالاستهلاك الوسيط اللي هو ايه الاستهلاك الوسيط عبارة عن جميع السلع والخدمات المستخدمة والمحولة من وحدات اقتصادية اخر ايه السلع والخدمات ايه الوسيط اللي الشركة او الوحدة اقتصادية ملاش فضل فيها ده هي الشريعة هي بتكمل عليها بقى وطبعا المثال المعروف اللي هو لما بليه نبدأ احنا بقى بالقطن بسا مع المزارع الدخل بتاع المزارع من القطن طبعا لو نخصم منه بقى البزور والاسمدة والمياه اللي بيستخدمها يبقى هو ده القيمة اللي ضافها القطن ده بقى مثلا بيروح لشركات الغازلة مثلا يبقى هم اخذوا القطن ده بش بتاعهم هيخصموه طبعا زي ده الحاجات التانية زي كان فيه الوان او اصبغ او كده يبقى هي ده القيمة المضافة الخيوط ده هتروح لشركات النسيج هتاخد الخيوط يبقى هي ملاش فضل فيه هتزود عليه لحد ده ما يبقى هماش هيبقى هي الفرق ده هو اللي ضافته اللي هماش ده هيروح بقى مثلا المصانع اللي هي بتصنع الملابس والحاجات ده كلها هيخصمه طبعا التمن الأقمشة والخيوط للحاجات اللي هم استخدموها يبقى الفرق هو ده اللي هم ضافوه يمكن حساب ايضا القيمة المضافة الواحدة لغصية ده بقى سيبطريقة اخرى بطريقة ان احنا نعمل نجمع عوائد عامل الانتاج والممثلة فيها الأرباح الموزعة للمساهمين والفوائد المدفوعة والمستحقة للدائنين وأجور العاملين وأجارات المباني والضرائب الحكومية والأرباح المحتجزة لتدعيم المركز المالي وكمان لمقابلة التجديدات والتوسعات في أصول أو في حجم الوحدة الاختصادية وإذا تمع اعداد قائمة الدخل بيعتمد على تبويب المصرفات إلى الأجور ومواد المصرفات اللي احنا عارفين اللي هو التبويب الوظيفي فالقيمة المضافة بتعتمد على بيان عوائد عوامل الانتاج وذلك كما يتضح من المثال التالي عندنا قائمة الدخل اللي احنا عارفينها عندنا إقراض مبيعات مثلاً ألف عندنا المصرفات التشغيلية أجور ومواد ومصرفات خدمية وهلاكات وإجارات بنترح من المبيعات يديك صف الربح قبل الفوائد والضرائب نطرح الفوائد مثلاً حدينا صف الربح قبل الضرائب هنطرح الضرائب حدينا صف الربح هنطرح منه لو كان في توزعات أرباح حدينا الأرباح اللي ايه المحتجزة ده اللي هو قيمة الدخل التقليدية لو احنا حبينا بقى نحسب القيمة المضافة هنا هنعمل لي بقى هناخد طبعاً إرادة المبيعات هنطرح منه الاستهلاك الوسيط زي ايه عندنا مثلاً اللي هي عبارة عن زي المواد زي المصرفات الخدمية وزي الاستهلاكات عشان احنا بنحاول نحافظ على الطاقة ده حديك القيمة المضافة اللي هي تمثل ايه كمان في نفس الوقت لو احنا خدنا مجموع عوائد عامل لانتاج من أجور وإجارات وفوائد وتوزعات أرباح وكمان الدرائب حيطلع عليه نفس الرقم وطبعاً بما فيها الأرباح اللي هي المحتاجة بوسط الله القيمة بتاعتنا حيبها شكلها عامل كده هنطرح عن إرادة المبيعات ألف الاستهلاك الوسيط واللي يضم من المواد المصرفات الخدمية والاهلاكات اللي هو القيمة 240 زائد 8 زائد 60 يطلع 380 هنطرحهم من إرادة المبيعات بالقيمة المضافة 620 لو خدنا بقى توزعات القيمة المضافة إجور العاملين اللي هي الـ 160 الإجارات العشرين عائد رأس المال ومصادر التمويل من توزعات أرباح وفوائد هي المية والاربعين تطلع 140 والضرائب الدخلية الـ 180 والأرباح المحتاجة للتجديدات والتعصائد وجمعنا كل دول على بعض هيدونا نفس القيمة اللي هي عبارة عن القيمة المضافة اللي هي ويجريتنا حل التمرير رقم 23 صفحة 79 و33 صفحة 80 عشان نأكد ده نقدم للحاجات المهمة جداً وبتبقى موضع أسئلة في الامتحانات يعني بعد كده بقى نظريت القائد يرى جولدنبرج أن نظريتها الملكية والشخصية المستقنلة بتركزان على الملكية والملكية في نظر مفهوم هي صعب تحديده وتحليله وإنما يجب أن تركز الإجراءات المحاسبة على الفرض الذي يقوم بإدارة موارد الوحدة الاقتصادية والرقابة عليها أي الفرض القائد ومن هذا يتضح أن نظريت القائد تركز على الرقابة الاقتصادية الفعالة الموارد المتاحة بمعرفة المديرين أو القادة داخل الوحدة الاقتصادية ولذلك حالياً إحنا عندنا الاهتمام بالله إحنا بنوع عليه رأس المال الفكري إنك إنت بش بس بتهتم بقى بالأصول والحاجات بتاعتك لا الأفراد دول اللي هم أفكار وكده لازم ده هدي قيمة للشركة ولذلك لما شركة بتشتري شركة تانية بتعمل ده في حسابها إنها بتاخد الناس دي بالخبرة بتاعتهم وبالأفكار بتاعتهم وتبقى نظريت القائد وعد القوائم المالية بمسابة تقارير من القادة إلى القادة تبعاً لتسلسل السلطات والمسؤوليات وفقاً للحقيق التنظيمي اللي في الوحدة الاقتصادية حيث يقوم أفراد ما نيابة عن أفراد معينين ولخدمة أفراد آخرين بحفظ السجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وتحليلها وحتى الإجراءات المحاسبية بتتوقف على وجهة نظر القائد الأعلى لوحدة الاقتصادية فضلاً عن المالكة أو لوحدة الاقتصادية الاعتبارية أو الأموال نفسها تبقى نظريت الأموال المخصصة ولذلك تعتبر الميزانية وفقاً لنظرية القائد بمثابة قائمة توضح الموارد التي تسلمها القائد وكيفية استخدامها يعني سعاد بن سامية كشف عبارة عن بالعهدة التي تسلمها القائد في بداية الفترة وإزاي استخدمها ولذلك هي عبارة عن تقرير يبين المسؤولية المحاسبية عن الموارد المتاحة والمقدمة في صورة أمانة أو عهدة إلى المديرين والقادة داخل الوحدة الاقتصادية أما قائمة الدخل فهي ناتو عبر عن إباءة عن نتائج أنشطة ومجودات وقرات هؤلاء اليداريون والقادة خلال الفترة معينة والنتائج هنا من وجهة نظر القائد حيث يشرح بصورة مجازة أوجه الإنفاق المختلفة ونتائجة بعد كده بقى الأخير النظرية عندنا اللي هي عبارة عن نظرية الأموال المخصصة لا تأخذ هذه النظرية نظرية الأموال المخصصة بالإعلاق للشخصية المفترضة في نظرية الملكية ولا بفكر التشخيص الوحدة الاقتصادية واعتبرها وحدة قانونية واقتصادية مستقلة كما هو الحقال في نظرية الشخصية المستقلة واحدة الاقتصادية معين أما الخصوم فهي عبارة عن إبقاء نوعة القيود والالتزامات المفروضة على استخدام هذه الموارد المخصصة وحيث أنها مدفوعات مستقبلة فلا تمثل التزامات حالية على الأصول وإنما قيود حالية والتزامات مستقبلة وبالتالي تظهر أهمية الخصوم في القيود التي تضعها على الأصول وضرورة تخصيص جزء من الأخيرة لسدادة أما حقوق الملكية المتبقية فتمثل إيه بردو هي عبارة عن القيد الأخيرة على الأصول من ناحية وتحقيق التوازن بين الأصول والحقوق بالناحية إيه أخرى وجينا بقى للأرادات لأن الأرادات هي عبارة عن وفق نظرية الموارد المخصصة هي عبارة عن التدفقات النقدية إلى الوحدة المحاسبية والتي تؤدي إلى زيادة الأصول دون أي قيود عليها إلا قيود حقوق الملكية المتبقية فقد تصحب زيادة الأصول بعض القيود كما هو الحال عند أصدار السندات التي تؤدي إلى زيادة الأصول وتفرد عليها في نفس الوقت بعض القيود لمواجهة المدفوعات المستقبلية للفوائد الدورية ورد قيمة السندات نفسها كما هو الحال عند مثلا تكون احتياط سداد السندات أما تحصيل الفوائد الدائنة على الوداعة أو إرادات الاستثمارات فأنها تؤدي إلى زيادة الأصول دون قيود عليها وبالتالي تعتبر إيه من الإرادات ولذلك أما يجي مثلا يزودوا الأصحاب الملكية يزودوا للأصول طبعا بحيطها لك إذا حترد تاني بتعتبرش إراد لكن لو كان فيه أي زيادة في الأصول بس دون أن يقابلك قيود تعتبر إرادة وبالمصرفات هي عبارة عن إيبقى هي التدفقات النقدية الموجهة لتحقيق الهدف أو النشاط منعلا على كده بقى نتيجة النشاط إيه بقى قرم نظرية الأموال المخصصة أن تحديد صافي نتيجة النشاط عن طريق مقابلة الإرادات بالمصرفات لا يحقق المطلوب منه لجميع الأطراف حيث أن هذا الصافي محدود الفائدة ولذلك بتقترح هذه النظرية بدل ما نعمل قائمة الدخل اللي احنا عارفنا أن احنا نعمل قائمة بالتدفقات النقدية بطريقة تسمح لكل مطلع عليها أن يحسب الدخل بما يحقق غرضه وذلك بدلا من أعداد قائمة الدخل التقليدية ومعادلة المركز المالي وفق الهزية النظرية فبيقول تبقى نظرية الأموال المخصصة بتعتبر الميزانية أن بمثابته قائمة جارد تحتوي على الوصول في ناحية والقيود المفروضة عليها في ناحية تانية وبتختلف طرق التبويض بالميزانية وأسس التقييم المتبع التابعة للغرض من إعدادها فتبويض الميزانية لإغراض فحص الاعتمان وتقييم المخدر على السداد تختلف طبعا عن تلك المعدد المساهمين وتقييم الربحية وعمومًا تظهر بقى معادلة المركز المالي وفق الهزية النظرية كما يلي الأصول اللي يقولنا الموارد هتسوي من ناحية تانية القيود المفروضة على استخدام هذه الموارد اللي هي عبارة عن الخصوص وبتضح مما سبق أن نظرية الأموال المخصصة تتفق لحد كبير مع طبيعة الوحدات الإدارية الحكومية ومن ثم تعتبر أكثر النظريات ملأمة لتفسير أساس المحاسبة في الوحدات الإدارية الحكومية وكذلك الوحدات التي لا تتخذ تحقيق الأرباح هدفا له وذلك لما يلي واحد تلتزم الوحدات الإدارية الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة هو الموافق عليه من قبل السلطة التشريعية ولا يجوز تعد الصرف لتلك الحدود إلا بعد اتباع الإقراءات القانونية المنصوص عليه ويمثل ذلك القيود المفروضة على تلك الوحدات عند استخدام الموارد المتاحة وده معروف أننا لا نستطيع أن نصرف أكثر من البند المخصص هنا لا يجوز الصرف من الاعتماد إلا للغرض أو النشاط الذي خصص من أكله وزي ما احنا عارفين في المحاسبة الحكومية ما ينفعش تنقل من باب لباب أو من بند لبند إلا بعد الموافقة لأنه ما ينفعش تصرف ألي في الغرض اللي هو تخصص من أكله ثمان من الحاجات أننا عندنا بتقوم بعض الوحدات الإدارية الحكومية بالصرف فقط كما في وزارة الدفاع يعني ما ينفعش تعمل قايمة الدخل إذا ما بتحقق خسارة بعضها يقوم بالصرف مع تحصيل بعض الموارد بس مثل وزارة التعليم العالم بس الإرادات ما تقابلش المصرفات ده دي حاجة رمزية والبعض الآخر يقوم بالتحصيل بينما يمثل الصرف نسبة طائلة كما في حالة وزارة المالية ومن ثم فالة مجال هنا لمقابلة الإيرادات بالمصرفات حيث أن إرادات الدولة ككل تقابل مصرفات الدولة ككل فيما يعرف باسم موازنة الدولة بالإضافة لأن هذه الوحدات الإدارية الحكومية تهدف لتخديم خدمات عامة ولا تعمل من أجل تحقيق أرباح وبالتالي عدم موجود قائمة مركز بالوحدات الإدارية الحكومية على نمط قوائم المراكز المالية الوحدات الأقصادية ومن ثم فالة مجال المشكلات المحاسبة الخاصة بتقييم الأصول والخصوم وإن كان هناك فيه اتجاه الآن بأننا نحول الموازنة الدولة من الأساس النقضي إلى أساس الاستحقاق حتى يمكن استخدام نفس المؤشرات التي نستخدمها في الوحدات الأقصادية لتقييم أداء الوحدات الإدارية ولا يختصر تطبيق نظرية الأموال المخصصة على الوحدات الإدارية الحكومية فقط بل من الممكن الأخذ بمفهومها في المحاسبة المالية للوحدات الأقصادية وذلك عند تكوين مثلا الاحتياطيات لغرض معين مثل الاحتياط يستصمر في سادات حكومية وحتياط يستداد السندات وكذلك عند تبويب الوصول والخصوم المتدولة وثبتة أو قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومن ثم تحقيق المقابلة بين مصادر التمويل الوحدة الأقصادية لخصوم وأوجو استخدامها يعني المصادر الطويلة المفروض تروح لإستخدامات طويلة والقصيرة تروح لإستخدامات قصيرة ودي كانت آخر حاجة عندنا في النظريات وبنتمنى لكم جميعا التوفيق وبالصحة والسعادة ونركم جميعا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته